مرحبا موالي برش السرطان معكن كارمي الشماس بدي خبركن عن الأسبوع الأخير من شهر حزيران يونيو يلي هو هالأسبوع يتمتع بوجود الشمس ببرشكن يعني كتير من موالي برش السرطان عم ببلشه سنة جديدة بهيدا الأسبوع يلي هو أسبوع بعتبره حلو وجيد ونافع لألكن مفيد لألكن ومثمر حسب موقع الأمر بتكون التأثيرات نوعيتها بنقدر نفسرها ونحللها مثلا التنين 24 حزيران يونيو أنا عم بحكي من التنين 24 ل31 حزيران يونيو التنين مثلا يلي هو 24 حزيران يونيو الأمر موجود ببرش الحود هو يوم جميل جدا جدا لألكن يوم بسهل بسهل أمركن بيخليكن يكونوا مرتاحين مبسوطين وسئين من نفسكن الجاوب معكن التدبيرات لألكن الانطلاقة حلوة تقريبا كل شي بتعملوا بيتدبر وبيمشي بطريقة حلوة والأنظار مسلط عليكن وإنتوا نظرتكن إيجابية للأمور وآدرين أنكم كل شي تحولوا من سلبي لإيجابي حتى الأمور الصعبة تنقلب بطريقة كتير حلوة وبتعطيكم حقكم من أجمل أيام هيدا الأسبوع الثلاثة والأربعة الأمر موجود ببرش الحمل يلي هي أعلى نقطة عنكم دائرة الفلاكية أنتوا صرتوا تحت الأضواء هون مولود برش السرطان ما فيه تخبى من الأمر الواقع من المسئولية من الشغل ومن الأجواء اللي ناطرتوا وكأنه مع وجود الشمس ببرشه اللي هي الضوء الأخضر وصل مولود برش السرطان إلى القمة شو هي هالقمة؟ الشغل صفحة جديدة مشروع جديد انطلاقة جديدة لكن الأضواء مسلط عليك يعني بتكون شاغل شغلك بطريقة مرتبة مصبوطة وما تخاف من الضغوط بالعكس أو قلبك وكونوا حاضرين الأجواء ممتازة حتى بتقدروا تبرعوا في استلام الوجبات والمسئولية ويمكن يكون هو أفضل فترة لحتى تستلموا عمل جديد أو تكونوا تحت الأضواء أو تروحوا على مقابلة الخميس يلي هو 27 حزيران يونيو كمانا ألجوا نفسه حتى الساعة 4 ونص بعد ظهر توقيت بيرون يعني 1 ونص يونيفورسل تايم الظهر هاي الفترة اللي بتعتبروا أنه هي الأكثر قلقة لكن هي الأكثر أهمية فعلا بهذا الأسبوع نوعيتها دسمي جدا لدرجة أنه بتعطيكم مجال لأنكم تحققوا حلم أو إنجاز بينتقل من بعدها بهذه اللحظة الأمر لبرش الثور على 4 ونص مساء توقيت بيرون بعد الظهر وهون بيخف الضغط وتبلش الأمور عندكم تتحسن النفسية وكأنكم خلصتوا من الشغل واحد وقت البريك والاستراحة أو تطلعوا بإيجازة أجواء حلوة كتير بترافق مع وليد برش رأس سرطان وبتخليكم تكونوا مبسوطين نفسيتكم حلوة دحكتكم حلوة طلتكم حلوة الناس معكم والأجواء ممتازة وبتحسوا حالكم مميزين وإنتوا حاسين حالكم إنه خي شو حلو وإذا عملتوا واجباتكم مثل ما لازم حضرين شغلكون قبل بوقت 3-4 والخميس مفروض يكونوا ممتازين مش بس حلوين ممتازين جدا 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 الجمعة والثبت الأمر بيكون موجود ببرش الثور الجمعة والثبت إذا من الخميس بعد الظهر الجمعة والثبت عنكم الأمر ببرش الثور الشمس ببرشكم ما حدا بيقلكم يا محلة الكحل بعيونكم شو معناتها؟ معناتها إنه إشياء ممتازة حلوة فرح تسلي نجاح تقدم أمور مسهلة مرتبة ممتازة إنجازات نوع من التفاف حولكم وأنتوا بتلتفوا حول الناس بتفرحوا بتنبسطوا وبتقضوا فترة ممتازة بتبقى أو بيبقى هيدا الجولة منتصف الليل السبت توقيت بيروت يعني 19 مساء توقيت العالمي بينتقل بعض الأمر لأبوش الجوساء وهون بتدخلوا بفترة هدوء فحضروا حالكم يوم الأحد 30 حزيران يونيو هو يوم فارغ من الحزوز فما تتكلوا عليه هو نوعية وقته هي للاستراحة لتبعدوا عن المجازفات لترتاحوا لحتى تشتغلوا فقط بأمور روتينية تهتموا بحالكم تدللوا حالكم ما تاخدوا قرارات وما تحطوا حالكم بظروف صعبة سمعوا مني هيدا نصيحتي لإلكون وهي الأحوال الفلكية لهيدا الأسبوع هلا لأنه كوكب المريخ موجود ببرجكم يلي بدي يكون حذر جدا بهيدا الأسبوع وبطلب منكم تسمعوا الأبراج اليومي كل يوم بيومه لتعرفوا كل يوم بيومه مين كوكب المريخ بيأثر عليه بهيدا الأسبوع الموليدة اللي بتطالة تأثيرات كوكب المريخ هي موليد 18 لـ 22 تموز يوليو فكونوا حذرين خاصة من السرعة بدي أتمنى لكم أسبوع موفق أسبوع كتير حلو ما تنسوا تتابعوني يوميا ابتداء من 6 مساء كل يوم بتوقيت بيروت الصيفي 3 توقيت العالمي بعد الظهر طلع الأبراج اليومي باللغة الإنجليزية وباللغة العربية رجاء دعم الفيديوهات وشكرا لكم وإلى اللقاء ودعكم باي باي